أحب بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والله ما صلي على محمد والله محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين كنا قد تحدثنا في الدرس أو المحاضرة السابقة من هذه السلسلة بعنوان بناء شخصية المستقبل عن شخصية تعتبر من أعاظم الشخصيات الشيعية الرافضية وتعتبر هذه الشخصية في المستوى الأول في الدرجة العليا وَلِذَا فَهِيَا عَلَيْهِيَا وَلَيْهِيَا هذا الرجل الذي نطق فيه الصادق عليه الصلاة والسلام وَلَيْهِيَا بِأَنَّهُ رَجُلٌ بَلْ أَضَافَ قَولَهُ أن حمران رجل لا يرتد أبدا وأقسم الإمام عليه السلام على ذلك شهادة الإمام الصادق عليه السلام بأن حمران لا يرتد أبدا شهادة مهمة لأن وجدنا من أصحاب الأئمة عليهم السلام من ارتد عن الدين عن الحق كما هو الحال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد تجد مرئا يبلغ مراتب عليا في الدين وفي الإخلاص لرسول الله والأئمة عليهم السلام لكنه أمام اختبار إلهي عاصف يضعف وينحرف ويسقط في هذا الاختبار حتى يرتد الزبير بن العوام مثلاً كان أحد هؤلاء بلغ مرتبة يشار إليها ويطمح إليها تلك المرتبة التي هي مرتبة منا أهل البيت الزبير بلغ هذه المرتبة وبلغ مرتبة كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله الزبير بلغ هذه المرتبة أيضاً ولكن ما إن عصفت به العاصفة عاصفة الاختبار الإلهي والفتنة الإلهية إلا وسقط في الاختبار فانحط عن تلك المرتبة العظيمة إلى مهاوي جهنم فهو اليوم فيها الساعة هذه التي أحدثكم فيها يكون الزبير في تلك المهاوي وهكذا جمع من أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق كان منهم الفضلاء كان منهم العظماء ولكنهم أمام الاختبار الإلهي اللاحق انحرفوا وارتدوا كم رجلا كان يعد من ثقات الإمام الصادق عليه السلام لكنه بعده انحرف إلى البدعة الإسماعيلية وجحد إمامة الإمام موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام وكم رجلاً وكم رجلاً كان يعد من ثقات الإمام الكاظم عليه السلام وإذا به من بعده يرسب في الاختبار ويميل إلى البدعة الواقفية فيجحد 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 إمامة الإمام علي الرضا صلوات الله عليه وهكذا هؤلاء الذين ارتدوا وانحرفوا فاتشوا أنتم في أقوال الأئمة عليهم السلام فيهم لا تجدون مثل هذا الضمان أن الإمام الصادق عليه السلام مثلاً يقول في أحد هؤلاء الذين سيجحدون فيما بعد إمامة الكاظم مثلاً أو إمامة الرضا لا يقول عن أمثال هؤلاء إنهم مؤمنون لا يرتدون أبداً أما حمران قال الإمام عليه السلام فيه هذه الكلمة حمران مؤمن حمران بن أعين مؤمن لا يرتد والله أبداً أليس حرياً بنا أن ندرس هذه الشخصية جيداً حتى نقتدي بها ونعرف أسباب تمتعها بهذه الحصانة أمام الاختبارات أليس يجدر بنا أن نعرف لماذا بلغ حمران بن أعين هذه المرتبة السامية والتي اقترنت بهذه الحصانة لأن كثيراً قد بلغوا مراتب عليا لكن لا حصانة لهم فسقطوا فيما بعد نحن ما يهمنا هو هذا نريد أن نحصن أنفسنا لا نريد أن نرتد لا نريد أن ننحرف في زماننا هذا هنالك قوم من الشيعة ارتدوا هؤلاء الذين آمنوا بالبدعة التي انطلقت من البصرة بدعة شخص معتوه ادعى اليمانية ادعى أنه اليماني الموعود حسب زعمه ثم لم يكتفي بذلك حتى ارتفع قائلاً إنه ابن الإمام المهدي عليه السلام ثم لم يكتفي بذلك حتى ارتفع فقال إنه هو المهدي عليه السلام ثم لم يكتفي بذلك حتى ارتفع وقال إنه قد بشرت به الأنبياء وأنه كان مع إبراهيم ومع موسى ومع عيسى ولعله بعد يومين أو ثلاث يدعي أنه الله كل شي جايز هذه البدعة ألم ينسق إليها بعض الشيعة ممن يزعم أنه شيعي وقد تجد بعضهم قبل انسياقه لهذه البدعة وانحرافه إليها قد تجده تبدو عليه ملامح الإيمان والتفاني في حب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ولنفترض أن بعضهم وصلوا إلى مراتب عالية لكنهم انحرفوا سقطوا في الاختبار وارتدوا هذا ارتداد ليس أمرا هينا هذا ارتداد حسب كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام كم كم اماما نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله اثنى عشر فمن يضيف إليهم واحدا هذا الذي سمى نفسه أحمد الحسن مثلا شيء مضحك وقال إنه إمام إمام معصوم وهو من الأوصياء فصار العدد جد ثلاثة عشر وبعدين يكملوا على أساس يصير شنو أربع وعشرين لأنه حسب عقيدتهم هذه التافية أنه هناك إثنى عشر إماما معصوما وإثنى عشر مهديا معصوما وكلهم أئمة وكلهم أوصياء وكلهم مهديين وأي كلام ما علينا في الأخبار الشريفة في الأحاديث الشريفة أن من أنقص واحدا من الأئمة عليهم السلام مرتد مشرك ومن أضاف إليهم أحدا ليس منهم مرتد مشرك هذا في مقياس ومعايير الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام والأحاديث في هذا المعنى متضافرة سؤال سؤالنا هو هذا لماذا هؤلاء من الشيعة غرر بهم وسقطوا في هذا الاختبار وانحرفوا هذا الانحراف الخطير وخسروا دينهم لأنهم ليسوا من صنف حمران ما كانوا جزما أقولها ما كانوا من صنف حمران الذي كانت لديه تلك الضوابط والمقاييس الدقيقة التي تعلمها من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام نحتاج إلى مطمر حمران ما هو المطمر الذي تحدثنا عنه خيط البناء الذي وضعه حمران وقال من اجتازه فبرئنا منه كائنا من كان فهو زنديق وإن كان محمديا علويا فاطمية كان عنده هذا المقياس الدقيق الذي يقيس به الأفراد والشخصيات وأصحاب الدعاوى فيميز بينهم بين المحق وبين المبطل كان بعبارة أخرى يعمل النقد النقد الديني ويقيس على هذا الأساس من كان قد اجتاز الخيط اجتاز هذا الحد المطمر بعد إجراء النقد فهو ليس منا برئنا منه حتى لو يكون ابن الإمام وبالفعل هو كان يبرأ من بعض أبناء لأم المنحرفين أما من لم يجتز وبقي ضمن هذا النطاق ما اجتاز المطمر فهو منا وإن كان يختلف معه في بعض الاجتهادات بعبارة أخرى إن حمران كان يمتلك هذه الشجاعة النفسية كان يمتلك هذه الروح هذه الجرأة في أن يعرض كل أحد على مقياس النقد ليرى هل هو داخل نطاق المطمر أم خارج النطاق ومن ثم ضمن دينه ولذا قال الإمام عليه السلام إنه لا يرتد أبدا هل هؤلاء الذين ارتدوا في هذه الأيام سبحان الله أنت تجد بعضا من هؤلاء الذين تسموا بالتشيع منهم من ارتد فأضاف للأئمة إماما ومنهم من ارتد فأنقص من الأئمة إماما كمن يزعم أنه لا وجود للمهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام بعض الجماعات تعرفونها تقول هذه خرافة أصلا فارتدوا أيضا من الجهتين واحد نقص واحد زود هؤلاء أكانوا يتمتعون بما تمتع به حمران كلا انظروا في تواريخهم وأنا لا أريد أن أسمي الآن بعض الشخصيات من هؤلاء أعرفها جيد قرأت لها وتحدثت مع بعضها قبل أن تبدو عليهم علامات الانحراف والارتداد البوادر كانت موجودة من الأمور التي تلمستها هي هذه أيها الأخوة لا شجاعة نفسية في معاكسة الهوى في الشخصيات تجد الفرد من هؤلاء له هوى في فلان في شخصية ما فمهما تقيم من الأدلة على انحراف هذه الشخصية أو خطائها لا أقل في بعض الموارد لا يقبل منك لأن هواه في هذه الشخصية ما دام على هذه الصفة فيكون معرضا للانحراف والارتداد لماذا لأن الأئمة عليهم السلام قالوها صراحة من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل ولم يزل الجبال ممكن تتزحزح لكن هذا المؤمن يثبت ميت زحزح ليش لأنه دخل في هذا الدين تدين بالكتاب والسنة يعني بالدليل متباعا لقول فلان مو لأنه هذا قائدي وهذا مرجعي وهذا ما أدري شيخي وهذا سيدي وهذا ما أدري العمامة التي أقدسها فلأنه هو قال أنا أقول هذا هو الدين كلا لا تقليد في أصول الدين أبدا التقليد في الفروع في الأصول فيما تعتقده لا تقليد عامة الناس مهوسون بشخصيات معينة فإذا قالت شيئا فهو الحق الذي لا مراء فيه وإن كان باطله واضحا مستعد يبرر مستعد أنه يوجد عذرا وبطريقة ما لا يهنأ إلا أن يحول هذا الباطل إلى حق لأنه ما يريد هذه الشخصية اللي هو يعتقد بها ما يريد أنها تطلع غلطانة حتى غلطانة ما يريد عند اعتقاد زائد عن الحد غلو في هذه الشخصية وهي شخصية بالنتيجة معرضة للخطأ حتى وإن افترضنا أنها كانت صالحة أو مستقيمة أو عادلة ليس إماما معصوما مهما يكن فدخل بالدين دخل في الدين بمن برجل يخرجه هذا الرجل أو غيره ممن يحل محله يحل محله في الاعتقاد الغلبي والتقديس والافتتان ذاك يدخل ذاك يطلع إذا كانت مقاييسه مقاييس رجالية أو معاييره معايير رجالية في التصويب والتخطئ فإنه يكون في مظنة الانحراف أما إذا كانت مقاييسه هي مقاييس الكتاب والسنة الدليل البرهان العقل فإنه يثبت ولا يتزحزح يمكن للجبال أن تزول لكن هذا الشخص لا يزول هذه كانت صفة حمران ابن أعيد أنه دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة مقاييس دقيقة هذا مما جعله محصنا أمام كل بدعة وكل انحراف فأقسم الصادق عليه السلام على أنه لن يرتد أبدا وبالفعل هذا صار ما ارتدت بقي مخلصا وفيا من أهل الجنة نحتاج إلى أن ندرس سيرة أولئك العظماء هذا ما نحتاجه هناك خصلة أخرى وجدناها في هذه الشخصية وهي التي سيرتكز عليها بحثنا هذه الليلة لأن هذا الجزء من هذه السلسلة هو بعنوان المجالسة والمصاحبة من تجالس من تصاحب أرى أن هذه الخصلة مما ساعد حمران على أن يبتعد عن نطاقات الانحراف وأن يضمن دينه ونفسه يبتعد عن الملوثات ما هي هذه الخصلة هذه الخصلة أدت إلى صفاء إيمانه أن يكون حمران صافي الإيمان لنتأمل في هذا الخبر الذي رواه الكشي عليه الرحمة في رجاله في المجلد الأول الصفحة أربعمائة وخمسة عشرة عن صفوان قال كان يجلس حمران مع أصحابه فلا يزال معهم في الرواية عن آل محمد صلى الله عليه وآله فإن خلطوا في ذلك بغيره ردهم إليه فإن صنعوا ذلك عدل ثلاث مرات قام عنهم وتركهم ما معنى هذا رجل في قمة الصفاء لا يريد أن يشغل نفسه بشيء ليس من آل محمد عليهم الصلاة والسلام مجالسه هكذا قاعد مع أصحابه يأخذ بالرواية عن آل محمد يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق حدثني محمد بن علي الباقي عليهم السلام السلام هاي شغلت يقول أنا أحدثكم عن آل محمد وحدثوني عن آل محمد ذكر محمد وآل محمد عليهم السلام فقط وفقط أصحاب المجلس أصحاب الذين يجالسهم ويجالسونه طبيعة الكلام يروح ويجي الكلام شوية يروح الكلام إلى خارج نطاق آل محمد عليهم والسلام إما رواية يروون عن غيرهم وإما حديث عام حديث دنيوي مثلا اليوم سعر الخضر جد مثلا سعر الطل جد مثلا كلام آخر حمران ما يعجب هذا الحتي يشوفهم خاضوا في غير حديث آل محمد عليهم والسلام يرجعهم يقول هستتركونا من هالحتي ما بفايدة خلني نرجع إلى حديث آل محمد عليهم والسلام يرجعهم إذا سووها مرة ثانية مرة ثانية هم يرجعهم إذا سووها مرة ثالثة بعد يقول في أمان الله أنا أترككم هذا المجلس مجلس غير مفيد ومجالستكم غير مفيدة خلوكم أنتم على سعر الطل وعلى سعر المادر كذا أو روح إن شاء الله حتى ترون عن أبي هريرة أو تحدث أو تدرس كتاب الفصوص لابن عربي مثلا خلوكم على ذول أنتم وإحنا خلونا على آل محمد عليهم والسلام ما لشغل بكم قام عنهم وتركهم إذا صنعوا هذا عدل ثلاث مرات هذا الأمر مما قوم شخصيته جعله رجلا لا يعيش إلا في هذا العالم عالم آل محمد عليهم الصلاة والسلام لا يعرف غيرهم ولا يحدث إلا عنهم ولا يشغل نفسه إلا بما أثر عنهم فجعل طريقه طريقا مستقيما هذا يؤدي إلى الصفاء الصفاء الروحي الصفاء العقدي لأن إشغال النفس بغير ما جاء عن آل محمد عليهم عليهم السلام خاصة في المعارف الدينية وفي اكتساب المعارف الدينية مضيعة للعمر وقد يؤدي ذلك إلى التلوث من حيث لا يشعر المرء من حيث لا يشعر حمران كان يبتعد عن الملوثات كان يحرص على أن يبقى نقيا صافيا ولهذا ضمن دينه وضمن نفسه قليل من يستطيع أن يسيطر على نفسه بهذه الطريقة جدا قليل لأن الإنسان بطبعه يحب التجديد يحب التنويع التغيير فقد والعياذ بالله يصيبه شيء من الملل إذا كان مستغرقا مثلا في علوم آل محمد عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن متقيا ولم يكن متورعا وكان هدفه من اكتساب علومهم هدف دنيوي رخيص لا أهداف أخروية لا أهداف رسالية سامية فإنه حينئذ يصيبه شيء من الضجر والملل فيريد نوع فيقرأ للغير يتابع الغير بعد برهة من الزمن تجده قد انحرف لأن ما لديه فيه شوائب ليس كله من آل محمد عليهم الصلاة والسلام وإنما شيء منهم وشيء من غيرهم هنا تقع مشكلة لا يفهمن كلامنا خطأا لسنا نقول بناء على ما قلنا إن على المرء مثلا حتى أن يترك مثلا علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء ونحو ذلك لا نحن كلامنا في خصوص المعارف الدينية من أين تستقى من أين تأخذ كما لا يفهمن كلامنا خطأا لسنا نقصد بهذا أنه لا ينبغي الإطلاع على ما لدى الغير إن لك أن تطلع لكن بعين الندية لما تطلع على تراث الآخر تطلع عليه بهذه العين بعين الندية تقيسه على ما جاء عن آل محمد عليه السلام لتنقضه أو لتصححه وتقومه لا أن تأخذه كمصدر مسلم وتشيبه بما لديك عن الآل فتكون النتيجة دينا أو مذهبا هجينا هذا ما وقع في زماننا نحن نعاني من بدعتين رئيسيتين تفرعت عنهما بدع وبدع وانحرافات وانحرافات ما هاتان البدعتان البدعة البترية في الوسط الشيعي أتحدث البدعة البترية والبدعة العرفانية المبطلة هؤلاء ضلوا الطريق وأولئك ضلوا الطريق وليتهم اكتفوا بالضلالة بل ضلوا وأضلوا يعني هم مستمرون في إضلال الغير حتى وقعنا في هذا المأزق وهو أن نجد جمعا من أبناء الشيعة والتشي عقيدتهم ليست عقيدة آل محمد عليهم السلام لما تقارنها بالعقيدة التي ورثناها عن الأئمة الأطهار عليهم السلام طبقا لأحاديثهم ورواياتهم تجدها مغايرة مختلفة أو متباينة هذا سببه ما هو سببان أو ثلاث السبب الأول أن الذين أسسوا لهاتين البدعتين ما كانوا على ما كان عليه حمران من الصفاء والنقاء والحرص على الصفاء والنقاء حمران ما كان يجلس في المجلس الذي يعدل فيه عن حديث آل محمد عليهم والسلام ثلاث مرات ما كان يجالس أحدا يعدل عن حديثهم ثلاث مرات فقط في المجلس الواحد شوف قد حرص عنده على أن لا يسمع إلا ما عن آل محمد ولا ينطق إلا ما عن آل محمد ولا ينشغل إلا بما عن آل محمد عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الذين تلوثوا بالبدعة العرفانية المبطلة بالبدعة البترية في زماننا اقرأوا تواريخهم هم يعترفون بأنفسهم أنهم انشغلوا بالغير انشغلوا بالغير ذاك انشغل لك بابن عربي فصار عرفاني منحرف العرفان الباطل لا عرفان آل محمد عليه وسلام عرفان الصوفية والمتصوفة عرفان المخالفين عرفان ابن عربي عرفان الحلاج عرفان البصطامي عرفان المولوي الرومي جلال الدين الرومي وأمثال هؤلاء وذاك الآخر انشغل بالأزهر وراحوا درس عدهم شنو طلع لك ايه بتري من الطراز الأول وهكذا هل كان الأول والثاني ولعن الله الأول والثاني والثالث أموا إياهم هل كان هؤلاء على صفة حمران ابن أعين عندهم مثل هذه الصفة لما يجلسون في مجلس لا يقبلون إلا ما جاء عن آل محمد الأطهار عليهم الصلاة والسلام كلا كانت نفوسهم منفتحة تماما الانفتاح على الاستقبال من الآخر أنا لا أدعو إلى الانغلاق عن الآخر التفتوا بالعكس أنا شخصيا منفتح على الآخر تماما الانفتاح لكن بالعين الندية المسألة في الاستقبال أنت تستقبل من الآخر كما تستقبل من آل محمد عليه والسلام بل هؤلاء عمدوا إلى لي ما جاء عن آل محمد عليه والسلام من المعاني ومحاولة موائمة ما جاء عنهم بما جاء عن الآخر روح شوف مسالكم الروايات التي تتضارب مع المسلك العرفاني الباطل يأولونها أو يسقطونها عن الحجية والاعتبار ونفس الشيء يفعله أصحاب البدعة الوثنية البترية الخبيثة نفس الشيء يسوون الروايات الصريحة عن آل محمد الأطهار عليهم السلام في ذم ولعني وإسقاط حرمة أمثال أبي بكر عمر وعائشة إما يسقطونها عن الحجية والاعتبار وإما يؤولونها ليش لأنه يريد هذه الموائمة ويريد التطبيع مع الآخر ما يريد الاستمرار بمنهجية المقاومة والرفض لرموز الآخر يريد يعترف بشرعيتها بنحو ما حتى يحقق هذه الموائمة وهذه المصالحة وهذه الوحدة وغير ذلك من عنوين زائفة ما أوصلتهم إلى شيء ولا جرت علينا غير الخراب والدمار هذا لأن هؤلاء المؤسسين لهذه البدعة ما كانوا على صفة حمران كانوا يجالسون ويستقبلون المنابع غير الصافية يأخذون من المنابع غير الصافية أما حمران كلا لا يأخذ إلا من المنبع الصافي حمران كان يجالس الآخرين من أصحاب المذاهب الأخرى لكن اقرأوا تأريخه يجالسهم في أي مجلس مجلس المناظرة حمران يجالس أصحاب المذاهب الأخرى بل رموز المذاهب فقه ها مذاهب له متكلم متكلم يعني مناظر يجلس مناظر وياه بعين ندية إذن بلسان ندية أما في مجلس الاستقبال استقبال المعارف الدينية لا كان حمران يجلس مع أصحابه فلا يزال معهم في الرواية عن آل محمد صلى الله عليه وآله فإن خلطوا في ذلك بغيره ردهم إليه فإن صنعوا ذلك عدل ثلاث مرات قام عنهم وترك هذا السبب الأول السبب الأول في أن جماعة من شيعة هذا الزمان ضلوا وأضلوا أن المؤسسين للإضلال ما كانوا على صفة حمران من الحرص على النقاء والصفاء والبعد عن الملوثات حتى في المجالس في المجالسة في المصاحبة السبب الثاني أن من أخذ عن هؤلاء الرؤوس من عوام الشيعة ما كان عندهم مطمر حمران هذا الخط ما عنده اللي حتينه في المحاضرة السابق هذا خيط البناء ما عنده فلذلك تشتبه عليه الأمور كلهم معممين شين سوي كلهم علماء كلهم مراجعنا على رأسنا ما يميز بين المرجع العادل الحقيقي وبين المرجع المزيف المنتحل اختلط اختلط الحابل بالنابل شاف لواحد مرجع من ذوله هو مرجع مزيف لكن منطقة حلو خوش يحجي منطيق لبق في الكلام متحدث مفوه وشاف المرجع العادل ما يعرف يحجي عادل ايراني ما يعرف يحجي عادل موشكل وقاعد متكتر مايينطلق مع الجماهير بس هو هذا المرجع الصحيح مرجع هو هذا المستقيم العقيدة هو هذا المرجع العادل بس ما عجده هذه عمي ما يعرف يحجي ما يعرف يحجي عربي ما يعرف يحجي عادل يقول ولا الظالين ما يقول ولا الضالين مثلا هذا مولود هكذا شي سوي الرجل يعني هاي لسانه هكذا لسانه أعجمي شي سوي شي أنت تتحمل فوق طاقته شي يسوي لك يعني واحد إنجليزي يسلم ويتشيع مثلا يوم من اليوم ممكن يصير مجتهد يصير لو ما يصير 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 مجتهد يمكن يصير مرجع هم نفس المشكلة الضل عنده بعض مخارج الحروف ما يقدر يقولها مو هذه المقاييس إخواني المقياس في تعيين المرجع والتقليد والاتباع للشخصية الدينية مو أنه والله يعرف يحجزين لو ما يعرف يحجزين لا المقياس هو أنه هذا على تقى على مخالفة للهوى على علم وفهم وفقاهة وخوف من الله أم لا هذا هو المقياس أسس سواء كان يعرف يحجز عدل لو ما يعرف يحجز عدل بعض الناس يغترون بالظاهر بالصورة فيروح لأنه والله هذا منطيق مفوه خوش يخطب خوش يحجي يقوم يتبعه ويقلده مثلاً خلص يقول هذا هو مرجعي وانتهى الموضوع قلده يؤتى بعد إذن بالبراهين والأدلة أن تقليدك لهذا الشخص باطل أعمالك باطلة لأنك قلدت غير ذي أهلية غير ذي صفة واحد مو مجتهد أصل زعيم سياسي خلوه على إيران هو سياسي لظروف سياسية معينة قالوا هذا ولي أمر المسلمين آية الله العظمى بس لا مجتهد ولا يعرف بالاجتهاد والفقاهة شيئاً فتقليدك باطل ثم هذا ليس عادلاً صفة العدالة ما عنده هذا مجرم طاغية منحرف يؤتى بالأدلة لهذا المقلد المخدوع المسكين يتعصب أو ما تكون عنده شجاعة وجرأة على نبذ هذه الشخصية ليش؟ لأنه ما عنده مطمر حمرة من تجاوزه برئنا منه كائناً من كان هذا المبدأ ما عنده أنه يجرد نفسه من الحب من العاطفة من الهوى من الميلان لهذه الشخصية يجرد نفسه إذا جئ إليه قيل له قف هذه الشخصية ترى عليها إشكال فوراً ما يستقبل خلص لا استقبل اجعل احتمال واحد بالمئة أن كلام المقابل صحيح وإعرض ما يؤخذ على هذه الشخصية من انحرافات من أباطيل من هنات اعرضها على ماذا؟ على المقياس الذي تعلمه من آل محمد عليه السلام وهذا سهل بأن تقارن ما جاء عنهم بما جاء عن هذه الشخصية تتوصل إلى النتيجة مسألة واضحة كلام آل محمد على سبيل المثال كلهم كل الأئمة صلوات الله عليه كلامهم يقول إن أبا بكر وعمر ظالمان كافر مثلاً يعني الزهراء عليها السلام استشهدت وهي ماذا؟ غاضب عليهم هذا لا يختلف فيه مفروض ما يختلف فيه اثنان من الشيعة اثنان زين يجيك واحد مثلاً البتري والأول يجي يقول لك شنو؟ يقول لك رضي الله عنهما مثلاً وقام حكمهما على الإسلام والعدل خش هذا أنت تخليه هنا وفي إزائه في مقابله كلام الزهراء وكلام آل محمد عليهم والسلام تشوف أكو شنو؟ تصادم تناقض زين بعد ذلك شنو تقدر تسوي إما أن تسقط تلك الشخصية عن الاعتبار حتى تشتري الزهراء وأهل البيت ما تبيعهم وتشتري تلك الشخصية ترى ما تفيدك يوم القيامة ما رح يشفع لك هذا أنت تلوذ بالزهراء عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تلوذ بالأئمة ما تلوذ محمد باقر الصدر ولا غيره إذا ولك كل واحد منهم يريد ينجي نفسه ترى يوم القيامة له شأن يغنيه أنت لازم تروح تدور على من لهم مقام الشفاع العظمى النبي الأعظم وأهل بيته لأطهار عليهم الصلاة والسلام وإحنا إن شاء الله نستقبل شهر محرم وإياكم من أحيان الله تعالى وأبقانا لإحياء مراسم العزاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه وروحي فداه عندي في كلامي وقفة مهمة في هذا الموضوع إن شاء الله عندنا كلام مهم في هذه القضية أنه هل نحن مؤهلون لنيل شفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام أم لا بحث مهم هذا لازم إن حاسب أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ربما نكتشف إحنا في طريق الحسين في طريق وإنه إحنا بإصرارنا على اتباع بعض الشخصيات لا كلهم لا كل العلماء التفتوا ما زال في علمائنا الخير العظيم ما زال في فقهائنا ومراجعنا الخير العظيم أنا أتحدث عن نسبة منهم وهي نسبة ضئيلة للعلم نسبة ضئيلة ولكن هذه النسبة الضئيلة مشكلتنا ما هي أنها شخصيات لامعة مشهورة يعني اكتسبت جمهوراً واسعاً فلذا يصعب على المتلقي أن يتخلى عنها بسهولة أيًا كان أنت تجد أن بعض هذه الشخصيات كلامها مصادم تماماً لكلام الأئمة الأطهار عليهم السلام فإذن يفترض أن تنبث هذه الشخصيات يجيك هذا المفتون الذي يريد أن يبقيك في هذه الفتنة والافتتان بهذه الشخصيات والانخداع بها يقول لك لا أنت هذا الكلام ما يصر تأخذ على ظاهره الكلام الذي يصادم كلام الأئمة عليهم السلام ما يصر تأخذ على ظاهره هذا له معنى آخر هذا خرج مخرج التقية مثلاً يعني لما مثلاً محمد باقر الصدر قال إن حكم أبي بكر وعمر قام على الإسلام والعدل وحمل علي السيف وجاهد تحت لواء أبي بكر مع أنه هذا أصلاً ما موجود بالتأريخ زين وأنه ما أدري رضي الله عنهم ومن هذا الكلام هذا صحيح مصادم لكلام آل محمد لأنه شلون بالله إسلام وعدل شلون هم قتلوا الزهراء يعني هذا إسلام وعدل هذا هذا هو الإسلام والعادل مثلاً يعني شلون تصير ما ترهم يعني ما تصير أبداً فإذن تناقض موجود يقول لك لا هذا التناقض الظاهري درشنوا خارجاً مخرج التقية مثلاً زين جيد تبحث أيضاً هذه الدعوة بذاتها تعرضها على كلام من آل محمد الأطار عليه وسلم على نفس المقاييس شي يقولون إلى إما عليه وسلم قالوا هناك ضابط للتقية ضوابط إن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له مو كيفك مو كيفك تعمل بالتقية هناك ضوابط إذا أهملت هذه مو تقية شرعية هذه تقية مغلوطة حاربها لأئمة الأطهار عليه وسلم وحذروا منها واحدة من تلك الضوابط شنو واحدة من تلك الضوابط قال الإمام الصادق عليه السلام ما مضمون أن تكون تقيته مما لا يدخل الفساد في الدين فإذا كلمتك هذه ستسبب فسادا في الدين تقلب الحق إلى باطل الباطل إلى حق هذه مو تقية شرعية هذه تقية باطلة مغلوطة كلمة أن حكم أبي بكر وعمر قام على الإسلام والعدل أدخلت الفساد في الدين أم لا بربك كلمة عظيمة هذه هذه الكلمة أنتم مشكلة شوفوا إحنا أم لا نقرأ أنا أقرأ جيدا خاصة للمخالفين تعرفون كم من المخالفين طاروا فرحا بهذه الكلمة واستدلوا بها اقرأوا له حتى الوهابية قالوا انظروا حجة على الرافض آيتهم العظم مرجعهم يقول قام على الإسلام والعدل إذن أنتم لماذا عندكم مشكلة مع أبي بكر وعمر وهل تعلم كم من الشيعة أنفسهم ضلوا بسبب هذه الكلمة وأنا قابلت بعضهم من حزب الدعوة جاء واني في المكتب القديم قال لي نعم هاي كلمة صحيح كان عندهم إسلام وعدل هؤلاء خلاف سياسي طيح الله حظك آخرتها طلعت خلاف سياسي القضية خلاف سياسي يعني كل هذا وكلام الأئمة عليه وسلم إذن الأئمة هم يعني نعوذ بالله إذا أخذنا بهذا الكلام أن القضية مجرد خلاف سياسي تدروا شنو هذا لازمه ما هو لازمه أن الأئمة والعياذ بالله هم ليسوا بعدول ليش لأنه من أجر خلاف سياسي كبروها الشغلة وسووها قضية جنة ونار ودين وإسلام وكفر من أجل خلاف سياسي صار إلى أئمة هذه كلماتهم أن هؤلاء كفروا في السقيفة ما قالوا مجرد خلاف سياسي الزاراء عليه السلام قالت هؤلاء أئمة الكفر مو خلاف سياسي إذا تقول هذا بسبب الخلاف السياسي إذن الزاراء والأئمة عليهم السلام هم من بالغوا وغالوا في الأمر وتجاوزوا الحدود فعدالتهم تسقط والعياذ بالله يعني مثل واحد عنده خلاف سياسي مع الآخر خلاف سياسي ما أدري المالكي وعلاوي مثلا فإذا واحد منهما يشهد على الآخر بالكفر شي يقولون عننا الناس يقولون كبرها يزودها لا تجاوز الحدود هو خلاف سياسي ليش تحول إلى قضية إيمان وكفر جدا كبرت أنت شفتوش قدبت عدنا على إمتنا عليهم والسلام ليش هوس بهذه الشخصية ما يريد يطلعها شخصية شنو مبطلة ما يريد يريد هو حزب الدعو هذا رمزنا ماكو لازم شهيد هذا الشهيد الأول لازم أو الشهيد المادري شي سموه مشكلة إخواني عندنا مشكلة كبيرة ليش ليش صرنا هكذا لأنه ما عندنا مطمر وحمراء بس من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجته منه الرجال هذا السبب الثاني إن الجماهير ما عنده هذا المطمر ما الحمراء السبب الثالث وهو سبب مهم هذا السبب أيها الإخوة وبألم أقولها بألم شهد الله ورسوله صلى الله عليه وآله أن هؤلاء المؤمنين العدول المتقين الذين شخصوا هذه المواطن الانحرافية والشخصيات المنحرفة شخصوها شخصوها وعرفوا أنها على انحراف وأنها ضالة مضلة هذه الشخصيات عندها مطمر حمران تعرف زين وهذه الشخصيات مغترت بتلك الرموز مغترت ولكنها قصرت في هذا الجانب وهو ماذا الشجاعة في المباينة أن يباين نفسه عن الآخرين ممن هم محسوبون علينا لكنهم منحرفون يعني ماذا قد تجد مرجعا عادلا أو أستاذ حوزة عادلا متقيا أو جماعة من الفضلاء أو العلماء أو المتدينين وهم قد شخصوا مثلا أن هذه الشخصية منحرفة وأن هذه الجماعة منحرفة لكن العلاقات الاجتماعية مع هذه الشخصيات وتلك الجماعات ظلت على حالها ماكو مقاطعة يروحون ويجون يزورون ويزارون ومساكم الله بالخير ومساكم الله بالخير ومولانا ومولانا فالمجتمع شنو يشوف يشوف ماكو مشكلة لا مشكلة إذن خلاف اجتهادي إذا كخلاف سياسي هذا خلاف اجتهادي ماكو مشكلة هؤلاء أنفسهم وأنا دون أن أذكر أسماء تناقشت مع بعضهم في الخلوات يقولون نعم هذول منحارفين أحدهم قال يعني هذا طبعا عن طريقهم يعني هذا المورد اللي الآن أنا أذكره هذا عن طريق وسيط مو مباشرة سمعته وآخرون سمعت منهم مباشرة هذا عن طريق وسيط والوسيط ثقة يقول أنا رح تسألت العالم الكذائي أنه هذا الشيخ لما يقول عن فلان في القطيف سامري والقطيف تعرفوا بعد سامري والقطيف لو ما تعرفوا القاموس لازم حافظين ولا ما حافظين زين هذه الكلمة في محلها أم لا يقول فاجأني يقول أنا رحت حتى أدينك يعني ذهبت سألت هذا العالم بقصد الإدانة أنه توقعت من عنده يجي يقول لا وهذا مثلا متطرف هذا كلام مو صحيح يقول فاجأني يقول الواقع هذه الكلمة في محلها هذا فلام منحرف منحرف قليلة عليه أصلا هاي سامري القطيف لازم نخترع على شيء آخر ضلع له لكن نفس هذا الشخص أمام سامري القطيف يتزاور ويتعاطى معه بشكل طبيعي جدا وتلقائي هذا شنو تفسره أن الشجاعة القلبية غير موجودة شجاعة المباينة أن يباين نفسه عن هذه الشخصية ويقطع ما بينه وبينها لا ما يقدر يتحمل هذا الانقطاع في العلاقة الاجتماعية لأنه تترتب عليها نتائج إما هنالك مصالح معينة إما هنالك منافع متبادلة إما بعض الناس ما ندري ماكوا لا منافع ولا مصالح بس سبحان الله ما عنده جرأة على أن يقطع علاقة بالآخر من أجل الله أبدا ما عنده هذه الجرأة هذا شو تسوي يظل يروح يجالس هذه الشخصية ويتعاطى معها وهذا ما حذر منه الأئمة الأطهار وإحنا بحثنا في المجالسة والمصاحبة ماذا يقول الأئمة الأطهار صلوات الله عليه يقولون كما في هذه الرواية التي رواها ثقة الإسلام الكليني في الكاف الشريف المجلد الثاني الصفحة 642 عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله وقرينه إلى متى هذه العلاقات الاجتماعية التي خربت الدين إلى متى اقطعوا العلاقات الاجتماعية في سبيل الله ليش ما تنقطع اقطعها حتى توصر رسالة للآخرين للمجتمع للعوام أنه هناك مشكلة تنافر هذا جاء ببضعة في الدين جاء بأمر باطل فأنا بعد ما أستقبل ولا زورة ولا سلم عليه نحن مر معنا في بحث السلام تذكرون أنه لإما عليهم السلام أوصوا بعدم يرد السلام على المنحرف إلى درجة أن الإمام الرضا عليه السلام ما رد السلام على أخيه زيد زيد ابن الإمام الكاظم زيد النار ما رد الإمام عليه السلام قال له أخوه زيد أنا ابن أبيك ولا ترد سلامي قال أنت أخي ما أطعت الله أما إذا عصيته فلا إخاء بيني وبينك ما رد عليك السلام ولا أخوه أصلا بيننا وبينك تجاي تفسد الدين تخرب الدين تريدني رد عليك السلام لا لا عليك السلام ولا كرامة إحنا مثل إمام الرضا عليه السلام مثل حمران مثل هؤلاء الذين ضمنوا أنفسهم وضمنوا الجنة كلا إحنا لا واحد يدري هذا منحرف يجي بس أمامه يصير لا يتكهرب وهكذا ما أدري شي يصير بيفق التوازن فيضطرهم يسلم عليه ويقبله ويحترمه ويعظمه يقول لا بعد عيب ما صار يعني ما يصير عيب عيب اجتماعي يوم القيامة قابل ربك تجاوب إذا سألك وساءلك تقول له عيب اجتماعي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ما مضمونه اقرأوا في النهج الشريف في النهج البلاغة يقول ولقد كنا أيام رسول الله نقتل نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا في الحق لا يزيدنا ذلك إلا مضيا يعني مو بس فقط قطع علاقات قتل يصير في الحروب اثنان شقيقان ابني خالد ابن الوليد لعنه الله واحد اسم المهاجر ابن خالد ابن الوليد واحد اسم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد شقيقان تحاربا في معركة صفي بالسيف شوف بعد مو فقط قطع علاقات واحد راح مع أمير المؤمنين وهو المهاجر والثاني راح مع معاوية ما قال لا هذا أخي يا نشلون اتقاتل ويا بالسيف لا أولا أمير المؤمنين أولا الأئمة أولا رسول الله أولا دين الله بعدين العلاقات وما علاقات هذه كلها ما رح تفيد ترى يوم القيامة العلاقات إذا كانت على موازين إسلامية صحيحة أهلا وسهلا أما علاقات تسبب فسادا للدين فهذه يوم القيامة العلاقات وبال عليك أنت شنو لازم تسوي لابد أن تهجر هؤلاء الذين يفسدون الدين أنت أحيانا لاحظوا هذه مسألة دقيقة إخواني أنت أحيانا لعلك تجالس شخصا على غير مذهبنا ولا يكون هناك إشكال في ذلك نفرض واحد يروح يجالس إنسان بكري مثلا أو نصراني أو أي أحيانا قد لا يكون إشكال بالعكس ربما هذا يحببه في الدين أكثر وهذا جيد هذا مطلوب لا مشكلة فواحد أحيانا يتعجب يقول مجالسة غير المسلم أو غير الشيع ما فيها إشكال ومجالسة واحد يقول أنا مسلم وشيع يكون بها إشكال أقول لك نعم ليش أنت إذا يطقوا لك صورة مع هذا النصراني أو اليهودي أو البوذي أو البكري حتى الناس إذا أنت رمز إذا أنت شخصية دينية كلامي أنا على مستوى الشخصيات والرموز وما أكثرهم شي خلصنا أنت رمز يعتقد بك ناس أنت إذا جلست مع واحد بكري مثلا شخصية ولو شيخ منهم مثلا الناس أتباعك ما رح يقولون هذا مننا ونأخذ مننا الدين يقولون لا هذه جلسات يعني في إطارها المعهود جلسات مثلا المناقشة جلسات تعارفية جلسات سياسية دبلوماسية أي أن كان ما حد يقول والله لأنه المرجع مثلا هذا استقبل القس النصراني الكذائي أو الداعي البكري الكذائي إذن معنا ذلك إحنا رح نستقبل مننا الدين ما حد يقول هذا الكلام ولا يطرع على باله أصلا يقول هذا ليس مننا هذا من دين آخر فجلوسه مع هذا المرجع أو مع هذه الشخصية جلوس النظير للنظير الناس صنفان إما أخ لك في الدين وإما شنو نظير لك في الخلق هذا نظير مناظرة بيننا مناظرة وإن لم تقع عن المناظرة فعلا لكنها بالقوة موجودة بالنتيجة هذه ندية هذا نظير لكن لما يفتح الباب وتجالس شخصية الدعي المرجعية مثلا تقول هذه الشخصية أنا مسلم وشيعي ومنكم وبيكم وأنا هم مرجع وهذا يدعي أشياء مخالفة لمنهجه للبيت الطاهرين عليهم والسلام يحرف الدين علانية وهو مرجع مزيف ويظل المؤمنين ويعبث بالعقائد أنت لما تستقبله أنت هنا أكسبته شرعية أتباعك يغترون بهذه الشخصية يقولون لا هذا واحد منه وبينا إذا كان عليه إشكال ما يستقبل المرجع ما يقبل إذا كان ضالا مضلا ما يقبل يستقبله ما دام قد استقبله إذن هذا منه وبينا هذا يصير مدخل وسبحان الله أنتم لاحظوا أيها الإخوة هذه الشخصيات المنحرفة كثيرا ما تحرص على مثل هذه الأشياء أنها تحصل لها صورة يطقوا لها مع المرجع قاعد يم المرجع المرجع مبتسم له مثلا داي يقول لها مساكم الله بالخير عين لها واحد طق لي صورة حتى شنو أخليها في الموقع ما لي أقوم أجمع بها مزيدا من الغنم والله شنو السبب أنه هذا أنا شو أنا قاعد يم المرجع وإذا قاعد يم المرجع خير إن شاء الله إحنا أنت عقيدتك فيها إشكال قاعد يم المرجع أبو بكر أم كان يقاعد يم النبي صلى الله عليه وآله ثم ماذا يعني أبو بكر صار خوش واحد فلا بد أن المراجع الكرام العلماء الأفاضل الخطباء المصلحون المتدينون يحرصون على أن لا تجمعهم صورة مع هؤلاء أن لا يتعاطوا معهم تعاطيا عاديا طبيعيا لا لا بد من المباينة كيف هذا إن شاء الله نتناوله في المحاضرة التالية بإذن الله تعالى حين نعرض لنموذج آخر وشخصية أخرى من مفاخر عالم التشيع من أصحاب لئمة الأطهار عليهم السلام ممن ضمنوا أنفسهم وضمنوا الجنة يأتي هذا إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله محمد ولي محمد وعجل ورجعه ورحان